طيب سليمان يقول سليمان طوق يقول رغم المكانة السامية التي يتبوأها حامل العلم وصاحب الإيمان إلا أنه قد يكون هناك فراغ بينهم وبين مكارم الأخلاق وحسن المعاملة أود من فضيلتكم أن تحدثنا عن أهمية اقتران العلم والإيمان بمكارم الأخلاق نعم أما اقتران مكارم الأخلاق بالعلم والإيمان فهذا ظاهر في أجل صوره فيما وصف به ربنا تبارك وتعالى نبيه الكريم حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم فإن صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله الذي بوئ هذه المنزلة جعل خلقه دليل صدق للقرآن نعم إلى هذا الحد أثر هذا الوصف الشريف الباذخ الذي وصف به ربنا جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم فهي شهادة من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يظهر معاني الإيمان وحقيقته وجوهره وحسن الاستقامة والتدين لله عز وجل فإنها تظهر للناس في حسن الخلق ولذلك وصف خلقه عليه الصلاة والسلام بأنه خلق عظيم ثم جعل هذا الوصف دليلا على صدق القرآن نفسه فخلقه عليه الصلاة والسلام دليل صدق القرآن الكريم إذ لو وجد مطعن في خلقه لطعن في هذه الآية الكريمة وهذا يعني طعن في القرآن نفسه ولكن لم يوجد عاقل منصف يقبل قوله طعن في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو من خصومه لم يوجد فيكفينا أن نتبين هذه المنزلة العظيمة للخلق لمن كان في منزلة أعلى علما ودينا فإن ذوي العلم هم أولى الناس أن يتمثلوا أخلاق القرآن الكريم وأن يتأسوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربنا تبارك وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوصف دقيق يبين أثر الخلق وهو النبي المسدد بالوحي الذي يعرف المسلمون يعرف أصحابه رضوان الله تعالى عليهم منزلته ومكانته فيهم ومع ذلك فإنه يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ذا قلب رحيم كان واسع الحلم كان في الذروة من الأخلاق ولذلك وصفه ربه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم كان لين الجانب لأصحابه صلى الله عليه وسلم ثم بيّن ما يمكن أن يكون عليه الحال لو لم يكن هو عليه الصلاة والسلام على هذا الخلوق العظيم وعلى لين الجانب ورحمة القلب بأصحابه وبأمته فقال ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك والحديث يطول في معنى لن فضوا من حولك من يقرأ كلام الإمام الطبري في هذا الموضع وكلام الإمام القرطبي في هذا الموضع لرأى أمرا عجبا في معنى الانفضاض عنه عليه الصلاة والسلام من أصحابه المذكورين هنا تذكر بعض المنهج ثم يعني إلى آخر ما نتصور من الانفضاض عنه عليه الصلاة والسلام بعضهم لطف العبارة وقال تفرق عنك نعم ولكن من نص قال لتركوك وتركوا ما جئت به إلى هذا الحد فالمسألة مسألة ذو شأن عظيم فقد يورث الخلق السيء نفرة عن الدين كله نعم صحيح وقد يورث انكفاء عن الاستقامة والصلاح أه ولذلك بعد هذا الجزء في الآية الكريمة يذكرهم ربنا تبارك وتعالى بالأصول والمبادئ التي لا بد أن تراعى في إقامة أود مجتمع المسلمين فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الأعجب هو ما جاء بعد هذه الآية مباشرة قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهو عليه الصلاة والسلام يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ويقول إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ويقول إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق أولى الناس بتمثل هذه الأخلاق العالية والسمت الرفيع والأدب الجم هم أولو العلم المنظور إليهم وهم ذو المكانة التي يتأسى الناس بأقوالهم وأفعالهم ويتخذونهم قدوات ولا بد للمجتمع من قدوات حسنة تحرص على أن تكون في الذروة من الأخلاق الرفيعة العالية وأن يصبروا على أذى الناس وأن يكذموا غيظهم وأن يتجملوا بالحلم وأن يوسعوا صدورهم للناس وأن يشرحوا صدورهم له حتى أن بعض المفسرين يقول بأن في قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك شرح الصدر هذا هو من لوازم هو من إعدال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتحمل أعباء الوحي والتبليغ فإن من كان في هذه المنزلة لا بد أن يكون واسع الأفق منشرح الصدر محتملا لأذى الغير صبورا حليما متحليا بأعلى الخلال وأجمل الفضائل فهذا هو الرابط المتين الذي نجده بين العلم والأخلاق في ديننا الحديث ويمكن أن يستطرر في الحديث لكن حتى لا يأخذنا هذا الموضوع صحيح اشتركوا في القناة